إليك أيها المؤمن أيها الحبيب بعضا من علاجات نبوية للغضب حتى لا تحترق حياتك أولا أكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم لأن الشيطان قرين أهل الغضب يجري من ابن آدم مجرى الدم أكثر من الاستعاذة لأن الشيطان يحقق معك إنجازات عظيمة إذا كنت غضوب دائما بعد الاستعاذة إن كنت قائم واقف فاجلس إن كنت جالس فاضطجع إن كنت في البيت مضطجعا فاخرج من المكان كله حتى تأسلم من أن تتخذ قرار فتندم العمر كله عليه من علاجات الغضب خروجك من المكان وهذا مهم وأؤكد عليه أكثر من مرة خروجك من المكان أو خرج من المكان فبعض الأزواج مثلا يعتقد أنه إذا بقي في البيت ليرد اعتباره أن هذا هو مقام الرجولة من قال ذلك أنه مقام الرجولة مقام الرجولة أن تملك عقلك وتملك لسانك ولن تستطيع ملك اللسان والقلب والعقل إلا عندما تخرج من المكان حتى يعود إليك رشدك أيضا من العلاجات أيضا أن تتوضى وما أجمل الإنسان أن يتوضأ عندما يتغير أخلاقه ترتعش يديه تنتفض يبدأ يريد أن يحقق لنفسه انتصارا فإن النار غضب الغضب من النار ولذلك هذا الغضب ينتهي بإطفائه بالوضوء وطهور شطر الإيمان وما أجمل أن يتوضأ الإنسان وأجمل من ذلك من علاجات الغضب أن تصلي ما أجمل أن تضع الجبهة منكسرا بين يدي الله جل وعلا إنك وأنت ساجد تناجي الله جل وعلا بعض الأطباء يقولون أن السجود يمتص البدن الذي يحتضن الأرض ساجدا إنه يمتص أو تمتص الأرض غضبه